مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في موعد نشرة تحوال التقصى الرئيسية لتطلع عليكم من قناتكم قناة الوطنية تيفي إذن نبدأ من نشرتنا الجواب يا مشاهدينا الكرام كما عدا بأحدى المناظر الجد جميلة ورائعة إذن بلادنا الجزائر فيها العديد من الولايات الجميلة اليوم اخترت لكم هذا المنطقة الجميلة من صحراء تاغيت بالضبط بالبشر إذن مشاهدينا الكرام حسب صورة القمر الصناعي حسب صورة آخر النماذج إن شاء الله اضطراب جوبي كما سبق وذكرنا راح يبدأ مبتداء من ليلة 20 نظامر إن شاء الله سحب سفلة أجواء غائمة هات سحب سفلة ستكون مركزة بالضبط على السواحل الوسطى وولايات الهضاب العليحة بعض الولايات الداخلية والولايات الصحرية لأكثر تفاصيل مشاهدينا الكرام شوفوا ورقتنا الجوية مع فجر نهر الغد إن شاء الله إذن مشاهدينا الكرام مع غضوة صباح إن شاء الله سحب كثيفة أجواء غائمة على الولايات السحرية الوسطى مترقبوا أمطار راح تكون في الموعد على الجزائر بومردستي بازازيرالدا أمطار كذلك راح تكون في الموعد على البويرة راح تلحق الأمطار كذلك على الولايات الصحرية أو إذا بيضبط على بشار على تندوف وبنعباس تبقى صحب كثيفة على الولايات الغربزة درجة الحرارة أفوان إذا درجة الحرارة إن شاء الله مشاهدينا الكرام مع الفجر إن شاء الله راح تبقى درجة حرارة فصلية على العموم راح يكون هناك ارتفاع في درجة الحرارة مقارنة بأيام الفيتا وهذا بالضبط على السواح الوسطى على الجزائر بومردستي بازازازيرالدا هنا نسجلو مقياس 16 درجة 14 درجة إن شاء الله نسجلوها على عنابة طارف ستيكدا القالة كذلك نفس المقياس على الولايات الغربية 16 درجة إن شاء الله نسجلوها على كلمسان منطقة الغزوات 14 درجة على الشلف سعيدة غيليزان من 7 حتى 8 درجة مئة ولاية الهضاب العليا 18 درجة نسجلوها على تينتوف 14 درجة على منطقة السورة 16 درجة نسجلوها على غردية زلفانة بردان نفس المقياس على ورقلات تقرد حاسم سعود حاسم بركين وسط الصحراء كذلك 9 درجة إن شاء الله نسجلوها على إليزي وأدرار تامرست إذن مشاهدينا ننتقلوا معرفة إذن وضعية المرتقبة بعد ظاهرتنا الغد تحت استمر الأمطار على سواح الوسطى جزائر بومردستي بازا نترقبوا أمطار إن شاء الله على البويرة أمطار كذلك راح تكون في الموعدة الغردية زلفانة بريان كذلك زوابة عملية راح تكون ناشطة على مرتفعة الهوغار والتسليل سرعة الرياح إن شاء الله تفوت 40 كم في الساعة بيضبط على أدر إذن جانت أقول وأليزي عليكم بتقليل السرعة توخي الحيطة والحذر خاصة لمستعمل الطرقات ننتقل الآن مشاهدينا الكرام لدرجات الحرارة بعد ظاهرتنا هذا الغد إن شاء الله 21 درجة من أبدا على الجزائر نفس المقياس إن شاء الله على البويرة 23 درجة من أبدا إن سجلوها إن شاء الله إذن على عنا بطار في سكيكدا نفس المقياس على وهرن 21 درجة على البويرة 18 درجة على سطيف 24 درجة على بشر تتفع بمقياس درجة واحدة على غردية زلفانة بريان 30 درجة بوسط الصحرى ترتفع بمقياس درجتين بأقصى الجنوب برجباجي مختار إنجزام معين أزواء وأباليسة حلبحان إن شاء الله مشاهدينا الكرام أكيد لهمه حلبحان نقول لكم باللي غدوة إن شاء الله الرياح رح تكون قوية على أغلبية السواحل وسطى الشرقية والغربية كذلك الرياح إذا رح تكون قوية على السواحل الوسطى والغربية البحرع العموم رح يكون هايج مضطرب على السواحل الشرقية سواحل العوانة والسواحل الغربية مع إتجاهات الرياح مختلفة إذن على سواحل الشرقية حتى سواحل العوانة ججل رح تكون بإذن الله إن شاء الله غربية تماما إلى جنوب إذا إن شاء الله غربية على سواحل الغربية إن شاء الله مشاهدينا الكرام هنا لحقنا الختم موعدكم موعد نشراتكم الجو بزة الرئيسية نختموها الورقة الجو بزة الرئيسية مشاهدينا موعدكم الفلاكي لشروق وغروب الشمس الشروق على الساعة السابعة وحدثين دقيقة صباحا أما الغروب على ساعة الخامسة وخمسة وثلاثين دقيقة مثلا نقول لكم مشاهدينا الكرام لمزيد من المعلومات أكيد معلكم غير نزوروا مواقع القناة لهي دايما في خدمتكم فيسبوك انستاغرام يوتيوب دمتم عفلاء القناة الوطنية تيفي نظركم مع النشرة الدولة العالمية قولة خير ترفوح تيكم موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية موبيليس معا نصنع المستقبل